من يرى حقيقة الأوضاع السياسية في السودان وتداعياتها على حياة الناس ليس كمن يسمع عنها أو يقرأ تفاصيلها هنا أو هناك تلك واحدة من أهم أبعاد الزيارة الميدانية التي يقوم بها أداما دينغ الخبير المستقل لأوضاع حقوق الإنسان للعاصمة الخرطوم للمرة الثانية فتحت الحكومة أبوابها أمام دينغ وحدثته هذه المرة عن رفع حالة الطوارئ وإطلاقها صراحة المعتقلين السياسيين في سياق جهودها لتعزيز حقوق الإنسان هناك جهود مستمرة من الحكومة وكل ذلك لتهيئة البيئة لإجراءة تسوية السياسية وحل الأزمة السياسية في السودان نتائج هذه الزيارة وفق تصريحات أدلى بها دينغ ستسهم في حوار تفاولي ينتظر أن يلتأم منتصف الشهر الجاري في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكن الزيارة التي تزامنت مع مقتل شاب سوداني شارك في تظاهرة لإحياء الذكرى الثالثة لما يعرف بحادثة فضل اعتصام أمام القيادة حملت انطباعات متفائلة بخصوص عمل لجان التحقيق التي شكلت الحكومة بشأن ما يعتقد أن انتهاكات وأخرى متشائمة بسبب مقتل نحو 100 متظاهر بالرصاص الحي منذ 25 أكتوبر الماضي صدمت لمقتل شاب يوم أمس خلال تظاهرة بمناسبة ذكرى فضل اعتصام القيادة دعوت وغير الكثيرين لضبط النفس ولكن يبدو أنه لم يتم الاستماع لدعواتنا حيث تم استخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين لا يوجد أي مبرر لاستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين غير المسلحين وأشدد على ذلك من سيء إلى أسوأ تتجه أوضاع حقوق الإنسان في السودان هكذا تقول قوى الحرية والتغيير التي تؤيد احتجاجات الشارع ضد الحكومة تقييم ترى أنه يستند على حوادث قتل متظاهرين برصاص أجهزة الأمن وحرمان السودانيين من تحقيق تطلعاتهم في الحكم مع التراجع المريع في حقوق الإنسان إزافة إلى ظاهرة الإنغلابية بتتبدد أمام السلطة الإنغلابية الحصول على أي عون وبالتالي ده بيزيد من معاناة الشعب لا مناصة من تكثيف الجهود وتشجيع السودانيين للانخراط في الحوار السياسي الذي تسهل الآلية الثلاثية بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيجاد لإيجاد مخرج لأزمة الحكم ولربما يؤدي ذلك إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان طلبت الحكومة السودانية من الخبير المستقل لأوضاع حقوق الإنسان أذما دنغ استقاء معلوماته بشأن حدوث تقدم أو تراجع في ملف حقوق الإنسان من الجهات المختصة فيما يقول معارضوها إن الانتهاكات ضد حقوق الإنسان لا تخطئها العيون وبين هذا وذاك ينتظر الجميع ما سيشتمل عليه تقرير الذي يقدمه أدامة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عبدالباق العوض الحرة الخطو